زمان وانا صغير كان فيه شاب بيشتغل جنبي بيستعد في الستات الكبيرة بس وانا كراجل فضول من صغري سألته ليه بتعمل كده ليه يبقى عندك 18 سنة ومركز مع ستات فوق الى 40 هنتكلم النهاردة عن الخيانة الزوجية اللي انتشرت بشكل كبير جدا في الفترة الاخيرة ايه اسبابها وإيه اللي بيوصل الستات لكده وواجب على كل راجل يعمل ايه اول سبب الخيانة الزوجية بيكون ماضي المرأة وعلاقاتها اللي قابل الزواج واللي بيجي الشاب من دول بعد ما زبط نفسه وكون حاله ويروح يتقدم لوحدة ما يعرفهاش ولا يعرف عنها اي شيء لا يعرف تاريخها ولا ماضيها ولا يعرف اي حاجة عنها كل اللي يعرفه عنها في الوقت الحالي هي الصورة الملائكية اللي هي رسمها ليه الشاب من دول عمره ما بيسأل نفسه اللي انا رايح اتجوزها دي وعمرها بقى 28 او 30 سنة كانت بتعمل ايه في حياتها قبل مني يعني من سن 14 ل28 او 30 سنة كانت قاعدة مستنياني معقول يعني كانت مقضية حياتها ديمة رغبنا مثلا ما بتكلمش حد خالص ولا كانت بتعمل ايه وليه ما تجوزتش من بدري اشمعنا قررت تتجوز دلوقتي معظم الشباب عايشين في الحياة بخسنينية وطيبة مبالغة فيها انا مش بقول طبعا ان كل الستات وحشين ولكن الاغلب كده وهي دي الحقيقة وهو ده الواقع اكتر من 90% من البنات كان لهم علاقات سابقة اللي واحد كرف لها بعد ما خد غرضه منها ومرضاش يتجوزها واللي اصلا ما فيش معاه فلوس يتجوز او ما يقدرش يتجوز واللي بيطمخ لحد دعلى منها واللي عايز بنت اجمل منها واللي مش شايفها اساسا كل دي رجالة وشباب بتبقى عدت عليها قبل ما تعرفك مع وجود الاستثناءات طبعا عشان ما نظلمش حد في بنات كتير بتبقى وصلت للسن ده ومعرفتش ولا راجل في اللي مساعدتهاش ظروفها الاجتماعية في اللي ما بتخرجش ولا بتشوف العالم في اللي ما بتروحش افراح في اللي ما حدش بيشوفها خالص في اسباب كتير جدا ولكن دي النسبة الاقل الاغلب زي ما انتو شايفين كده فالبنت اللي انتها تتجوزها دي لازم تعرف ماضيها كان ايه لازم ترأيب سلوكها كويس لازم تشوف حفلة التخرج بتاعتها تشوف مين مضالها عالتشير تشوف كانت بترقص ولا لا تشوف كانت بتعمل ايه لازم فترة الخطوبة دي تكون معاها لحظة بلحظة ومرأيب تصرفاتها وسلوكها في كل شيء الناس اللي بتخطبوا بعدين تسافر دي اكتر ناس بتتغفل في حياتها الا من ضحم رب طبعا واللي كان من نصبه ناس كويسين ومحترمين وعارفين الشرع والدين الا اللي كان من نصبه واحدة تربية راجل ودول ما اقلهم في الزمن ده فخلي بالك اسأل عليها كويس ركز مع الماضي رائب سلوكياتها ورائب افعالها عشان دول اللي هيفصروا لك كل شيء يا جماعة فضل عبرة من كصص كتير حصلت قبل منكو خيانات كتير حصلت بسبب ان البنت كان لها عشق قبل ما تتجوز اتعزوا من غيرك والقضايا اللي زي دي بقت كتير وللأسف نهايتها بشعة نيجي الرقم اتنين وهو اللي اختلط في العمل مفيش حاجة اسمها انا لو مراته وسط الف راجل انا بسك فيها عشان مخترمة ومتدينة مفيش يا ابني الكلام ده خليها يا سيدي مخترمة ومتدينة زي ما انت بتقول هل كل الناس اللي معاها عايبقوا مخترمين ومتدينين؟ وهل يا سيدي حتى لو كل الناس مخترمين ومتدينين؟ هل كل المخترمين والمتدينين دول الناس بلا غرائز بلا فطرة مفيش حاجة فيهم بتتحرك مع واحدة قعدة قدامهم طول اليوم متزواء؟ عمرك سألت نفسك ليه مراتك بتخرج بكامل زينتها من البيت؟ وما بتتزواء لكش نفس الزواء ده جوه البيت؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ عمرك سألت نفسك ليه بتهتم بنفسها قوي كده وهي خارجة؟ مش بشكك في كل ست طبعا بس خليك فطن خليك راجل زكي خليك راجل غيور وارد انها تعمل كل دوما تقعش في الغلط وارد اكتر برضو انها تقع في الغلط وحتى لو كل الناس مخترمين وارد يطلع واحد او اتنين او تلاتة مش مخترمين وغرضهم مش كويس ده ربنا بيقول للنساء في كتابه العزيز ولا تخضعنا بالقول فيطمع اللازي في قلبه مرض خضوع في القول اللي هو السهولة في الكلام الهزار في الشول اللي الست بتحسبه عادي والرجل اللي قدامها مش بيشوفه عادي ابدا بيشوفه طرف الخط اللي هيوصله ليها رقم 3 السوشال ميديا وباقي العصر الحديث معظمنا بقى يسمع قصص خيانة كتير بدأت من السوشال ميديا السوشال ميديا العمل للجامعات المدارس بقت عبارة عن سوق جنسي مفتوح مكان للانتقاء الجنسي السوشال ميديا واللي بيحصل عليها وخاصة بروبات الاوتفت وكل الاماكن اللي بيستعرض فيها الرجالة او الستات امكانياتهم هي اكبر مفسدة في عصرنا الخديث انتو نفسكو بتشوفوا اللي بيحصل علي بروبات الاوتفت وغرت شاب واسم ولابس لبس كويس وشيك بتلاقي الاف البنات اللي بتتغزل فيه والمصيبة ان فيه نسبة كبيرة منهم اصلا بيكونوا مخطوبين او متجوزين فالسوشال ميديا بقت نكمة اكتر ما هي نعمة مش اقولك طبعا منع مراتك من التليفون او عزلها عن العالم لان ده مش هينفع ولكن لازم يكون فيه رقابة زي ما فيه رقابة على ابنك وبنتك لازم يكون فيه رقابة على مراتك لازم يكون بروفايلها مقفول ما بتحطش سوارها ما بتدخلش بروبات الستات الفاسدات ما بتختلطش برجال حتى على السوشال ميديا ربنا جعلك قومة عشان تزبط المرأة الرجل بيزبط المرأة اكتر من الدين وما اللي هو ربنا جعلك قومة في ايدك ليه كنسب كنتو الاتنين زي بعض وخلاص نجي للسبب الرابع وانا خليته في الاخر لانه اضع في الاسباب وهو قلة الاهتمام وقلة المشاعر احيانا بتكون سبطة بديلة عشان تبرر الخينة افعلها ولكن للامانة احيانا قلة الاهتمام وقلة المشاعر برضو بتكون سبب زي ما بنقول ما ينفعش تغرق زوجتك بالاهتمام ما ينفعش برضو تحرمها من الاهتمام ده ما ينفعش تحرمها من الكلام الحلو ما ينفعش توصلها لدرجة انها تكون مستنية اي كلمة حلوة من اي حد غريب فضولي من صغري سألته ليه تعمل كده ليه يبقى عندك 18 سنة ومركز مع ستات فوق الاربعين وقال هلق على بناتك كل صراحة عشان الستات دي بيكون جوزها بطل يسمعها كلام حلو بتكون في عرض انها تسمع كلمة حلوة فانت كراجل زي ما انت مسؤول عنها وعن تقويمها وتقديبها لو غلطت فانت برضو مسؤول عن نفسيتها كل ما يتعلق بالزوجة هو من مسؤوليتك طبعا انا مش ببرلهم الخيانة طبعا بس ما ينفعش تهمل زوجتك وتجوعها للحد انها تبدأ تدور على كلمة حلوة من برا زوجتك دي لازم يتم اشباعها من كل الجوانب الحنية والاسوأ العطاء والجفاء المكافأة والعقاب كل حاجة لازم يكون موجود منها وكل حاجة في وقت وكل حاجة لسبب نيجي بقى الاخر السبب وهو صفر الزوج اوقات يجي لي رجالك ترفل الاستشارات يقول انه بعد ما غاب عن زوجته سنة او سنتين رجع اكتشف انها بتخونه وبيقول انه هو مش مصدق ولا مستوعب ان زوجته الاصلة بنت العالم والناس تعمل كده مش مصدق ان زوجته اللي كانت بهذا الوفاء في بداية العلاقة بقت بالشخصية دي وكتير منهم بيتفاجئ وبيتصدم ان انا بغلطه هو انت السبب في اللي هي وصلت لي ده ازاي تبعل عن مرتك سنتين ولا سنة ولا حتى ست شهور بس ازاي افترضت فيها ان هي لازم تصبر كل الفترة دي ولازم تصوم ازاي افترضت فيها ان هي ملك مش انسان ازاي افترضت ان هي مش هتخطئ انا عارف ان في ستات كتير بتوفي وبتعمل عكس الطبيعي ولكن دول الاستثناء مش القاعدة ماينفعش تجيب الاستثناء وتطبق علي قاعدة بني ادمن اللي قاعدة في بلد تانية دي لها احتياجات زيها زيك علميا وحتى دينيا الانسان له طاقة حتى في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما سأل زوجة صحابي تقدر تصبر قد ايه وزوجك بعيد عنك بيحارب في الغزوات قالت له اربع شهور الرجالة بقى بقيت تتفاجئ لما تسيب مراتاتهم بالسنة والسنتين والتلاتة وبعد كده تكتشف ان فيه خيانة او فيه شيء غلط هي بتعمله طب انت بجد مستنى ايه استنى الاستثناء يحصل معك امتى في الفين اربع وعشرين في الزمن اللي بقى كله انفتاحوا فساد سواء في الواقع او في الشارع او حتى على السوشال ميديا في الزمن اللي فيه رجالة كتير وحتى شباب صغيرة عارفين يعني ايه واحدة جوزها مسافر وقاعدين بيتربصولها الزمن اللي فيه كمية فساد من الستات ذات نفسها وحتى يا سيدي لو الست مش فسدة هيطلع لها ست فسدة تحاول تبسدها الواقع ما عادش يحتمل البنت بتاعت زمن اللي كانت كل اللي بتشوفهم في دايرتها وموحتها عبارة عن 30 راجل ما عادش فيه الكلام دا دلوقتي البنت بيعد عليها سواء في الواقع او في المواقع ما يقل عن مئات الاشخاص وهي بتختار منهم انا عايزك تفوق وتدرك بشعة الزمن اللي احنا فيه كويس وعايزك تدرك برضو ان فيه سبتات مخترمة بس دول الاستثناء وحتى المخترمة والاستثناء بتضعف برضو لان هي في النهاية بشر وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال قبل 1400 سنة سيأتي على الناس زمان القابض فيهم على ديني قال قابض على الجمر كفاية كده النهاردة اشوفكم على خير وقولولي في التعليقات عايزين نتكلم عن ايه الحلقة الجاية